اشتركوا في القناة لدى المملكة حيث أعرب سموه عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والسداد في مهمه الجديدة مؤكدا سموه على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة من علاقات متينة وشراكات استراتيجية بفضل ما تشهده مساراتها من تطور ونمو على مختلف الأصعدة ولفت سموه حفظه الله إلى الحرص على مواصلة توطيد أوجه العمل والتنسيق المشترك وتعزيز فرص التعاون ثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة منوها سموه بمستويات التعاون والتنسيق المشترك التي وصلت إليها العلاقات البحرينية الإيطالية مؤكدا سموه وهمية مواصلة البناء على ما تحقق لفتح أفاق أكثر شمولا تعود بالخير والنماء على البلدين وتحقيق تطلعات شعبيهم الصديقين كما جرى خلال اللقاء سعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه عرب سعادة السفير الإيطالي عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي يليه سموه بمواصلة تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا والعمل على توطيدها بما يسهم في تحقيق الاهداف المشتركة متمنيا للبحرين مزيدا من النماء والتقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر